على أهم عنوين النسخة الورقية لجريدة الاقتصادية الأولى في عددها ليوم الأربعاء تطرقت في الصفحة الأولى لبداية الانتاج بمركب مجمع سيفيتال لسحق البذور الزيتية في بيجايا كما أبرزت على صدر صفحتها أن المصنع الذي دخل الخدمة نهار اليوم يعد من أكبر المشاريع إفريقيا وعالميا ونقلت عن الرئيس المدير العام للمجمع مليك ربراب قوله خلال الافتتاح أن المركبة سيمكننا من التحكم الكامل في تغذيتنا وأن المشروع سيساهم في تحقيق رؤية الرئيس لتحقيق الأمن الغذائية أما في صفحتها الرابعة ففصلت الجريدة في تصريحات وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف بمناسبة الاحتفالات بيوم أفريقيا والتي أكد فيها أن الجزائر طرف فاعل في التنمية الاقتصادية لأفريقيا وأنها ستظل طرفا فاعلا وجزءا لا يتجزأ من الجهد الافريقي الجماعي جماعي تشيل